ثم خدمة قاعد تخدم عليها الحقيقة وزارة الفلاحة حاليا للارتقاء بمنظومة الحبوب عموما ثم عدة إصلاحات حتى على مستوى ديوان الحبوب نحن نتوى حتى الرقمنا نحن نشوف الخزانات نحن نريد ديما للتجميع أنا مطالبة بتزويد كدوان الحبوب مطالبة بتزويد البلاد بالحبوب بصفة منتظمة سواء كانت عبر الإنتاج المحلي ولا التوريد كي تقول أنت توريد يزمني خزانات مينائية نحن رأنا من 85 لم يتم تشيد حتى خزان من 90 خزانات الضيعة ديوكم نتواجدها في مناطق الإنتاج لو لا ثم خواسق استثمروا وعملوا خزانات في مناطق الإنتاج معناش خزانات يعني مهيئة كما ينبغي وإن شاء الله ثم زاد النقل النقل عبر السكة الحديدية نشوف السكة الحديدية متعنا يعني تستحق التأهيل وإحنا بصدد إن شاء الله عم يجي اقتناء 60 عربة للسكة الحديدية خطيك يقول تجميع يزم يكون بالسكة الحديدية اقتناء انتوما خاصة بكم أنت وقت اللي مركز تجميعي يتعبق ديوان حبوب يزم يهز علي الحبوب من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك يكون عبر طرقتين أما السكة الحديدية وهذو موسائل النقل وإلا عبر الشاحنات نحن على مستوى الوطني عنا 400 شاحنات لكن الشاحنات الثقية الشاحنات الكبارة بربي يوصي بعض السواق منهم باش ما يجريوش لا مش هما السواق أكيد توكي عرضني نوقف أقوله بربي قالك سيجغام نقص أما الشاحنات هذوكم راوحنا نوصله ساعات 300 ألف قنطار يوميا نسق نسق تجميع والإجلي يكون في حدود 80 ألف قنطار دونك الشاحنات هذوكم غير كافية لابد من دعمها بالسكة الحديدية وثم إسلحات على مستوى الخزانات نحن سيقع تشييد خزانات على مستوى سوسة رادس يقع تشييد رادس رادس راوح من عام 80 نحن تقول بيصدد إعداد إن شاء الله من هنا العامين يكون عندنا خزانات مهيئة ويكون عندنا طاقات إضافية من خزانات محورية وتكون كافية وتكون كافية حتى كافية شوف مش حتى كان في الانتاج حتى كتورد أنت ساعات تخرج تلقى أسعار ملائمة في السوق العالمي وتنجا مش تشري خطر ما عندكش طاقات كافية على السعيد الوطني كي تبدأ عندك طاقات خزن مثلا لاستيعابك الكميات الموردت واللي تخدم في أريحية خطر هو راو ثم أمن غذائي لابد من توفيره سواء كانت بالحبوب المحلية ولا عبر التوريد ومش مثالش راو كنوردوا الحبوب احنا راية تونس تغش بالثروات عنا القوارس نصدروا يعني القوارس ونصدروا الزياتين ونصدروا تمور ومثالش كن يقع استيراد الحبوب خطر في كل الدول نستغلوا نستهلكو ما نستهلك وهالبقية نقص ونصدروا باش ندخلوا العملة الصعبة وما نصدرواش احنا في الحبوب وكيفينا مغالطة للشعب التونس اللي يقول لك هاو توردونا في السلعة الخائبة واتصدروا يا حب ذا ان شاء الله نوصلوا نهان واللي هم مصدرين للقمح أما راية ذيك كلها مغالطة وإلا يقول لك تخليتوا على البذور الأصلية وجيبونا في البذور أجنبية ما تماش بذور أجنبية كلها بذور تونسية تونسية تونسية